دعونا نعترف المقاطعة كل المجالس التي مرتفعها العمالية السياسية في خلل بشكل أو أخر المقاطعة مثلاً لما القوى السياسية كلها تشارك في المجال السابقة سيأتي عندك مثلاً خلل لكن الخلل بطبيعتها سيكون بسيط لأن هذه خيارات الناس الآن عندك قوى سياسية مشاركة القوى سياسية مقاطعة في قوى سياسية قاطعة إذن المجلس هذا المجلس أنا شوف لماذا أقول لك أننا نتمنى لك الخير بالرغم من الظروف السيئة التي أدت لتشكيلها المجلس هذا والذي قبله في ظل المقاطعة في ظل الاحتقان في ظل إسقاط المحكمة الدستورية لمجلس فبراير 2013 كان فيه يقبال عليه وتصويته غير مسبوق لذلك هذا المجلس أنا أقول لك نشفق عليه لأن الوضع مطبيعي وما أعتقد فيه اثنين يختلفون الوضع في الكويت مطبيعي فما تلومة أنا أرى أنني لم أتمنى لومة لكن أقول لك إذا تسألني أنا دعا أقول لك مثل ما هو بس إذا تقول لي علومة ومعلومة أنا أقول لك المشكلة طيب ليس فيها المشكلة ليس في المجلس المشكلة مثل ما قال أبو قطيب أحمد الربيع الله يرحمه في مكان ثاني المشكلة في النظام السياسي الكويتي للهيكلية غلط